عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم ونحن في رمضان من أعظم مقاصد الصيام تعويد النفس على الصلاة وكثرة العبادة وقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم طوال سنته يحدث على صلاة الليل فإذا جاء في رمضان اجتهد صلوات ربي وسلام عليه أكثر مما يجتهد في غيرها بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى في أوائل رمضان ثلاثة أو أربع ليالي وكان أصحابه يرونه وهو يصلي فيصلونهم في المسجد وهو في بيته عليه الصلاة والسلام لأن بيته كان مناسقا للمسجد وبينه مجدار فكانوا يسمعون صوته ربما رأوا طرف مثلا رأسه عليه الصلاة والسلام فكانوا يصفون وراء حتى لم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم بعدها وخشي أن تفرض عليهم الصحابة صلوا بعد ذلك في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وكان القارئ يقرأ بالمئين من الآيات وكان يقرأ سورة البقرة في ثماني ركعات وهم يصلون 23 ركعة حتى لو قرأ بها في 12 ركعة رأى الناس أنه خفف عليه يقول خالد بن دريك كان لنا إمام في البصرة يختم بنا القرآن في كل ثلاث ليال مرة يقول فمرض إمامنا وأمنا رجل آخر فختم بنا القرآن في كل أربع ليال مرة فرأى الناس أنه خفف عليهم فالمقصود أن الإنسان يحرص في هذا الشهر وسيد رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر لهما تقدم ذنبه سأل الله تعالى أن يشملني وإياكم برحمته ونجعلنا نتصبر على الصلاة مع الإمام حتى ينصرف فإن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الإيمان الله يتقبل مني ومنكم وهنيئ لنا الصيام